أبدأ مع الدكتور عماد دكتور عماد في اعتقادك هذا الذي يقال عن نقل الحركة إلى تركيا طبعا تركيا نفت خلينا نتكلم ما هو رسمي لكن ما هو غير رسمي هو مجال التحليل هل ممكن يكون هذا بصدد قطر تقدم على خطوة بهذا الشكل على حماس مساء الخير لحضرتك أستاذ محمود ورديفك الكريم الأستاذ مونير الموضوع يتعلق بممارسة قدر من النفوس بمعنى أن قطر حينما استضافت المكتب السياسي لابد أن نتذكر أستاذ محمود أنها استضافته بعد أحداث 2011 في سوريا وبعد يعني وقوف حماس ضد نظام بشار الأسد رغم أنه كان يحتضن حماس والمنظمات الفلسطينية العاشر وكان مديهم مبنى وكان محتضنهم تماما فرحوا على الدوحة الدوحة يعني وظفت وجود مكتب حماس للاستفادة السياسية وكانت مقر للمفضات لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وقطر رسميا لكن وظفت وجود حماس ولعب الدور مهم سواء في تسليم جندي أو في وجود وساطة وكانت ربما على نفس الوزن مع القاهرة رغم أن القاهرة دولة جوار وكذا وكذا لكن الدوحة لعب الدور كبير ولعب الدور مع الولايات المتحدة الأمريكية وكانت بتقدم نفسها كوسيط بدأ واضحا أنه يعني هناك حدود للدور اللي ممكن تلعبه الدوحة في هذا الأمر وأنا تقديري الشخصي طالما هندخل يا سيد محمود في موضوع التحليل أنا تقديري تحليليا هو استباقة هذا ما نملكه طبعا أنا تحليلي أنه خطوة من الدوحة استباقا لمجيء دونالد ترامب وهذا الرجل مش بيهزر يعني محدش هيلعب معاه جيم رجل واضح محدد فالدوحة عارفة أن وجود مكتب حماس في الدوحة هيعمل مشكلة ويعمل لهم مشكلة كبيرة فهنا المصلحة الوطنية لقطر تقتضي أنه أخواننا شوفوا لكم مكان تاني تركيا يعني دخلت في مواجهة مع مصر واستضافت جماعة الإخوان واستضافت تنظيم الدولي للجماعة وعملت لهم قنوات لكن لما مصلحتها تطلبت التضييق ما تردتهمش يعني اتصرفت بحلول وسط بمعنى أنها ممكن تنفي أنها عندها مقر دائم لحماس لكن المكتب السياسي يبقى موجود تحسبا للعب نفس الدور يعني ممكن توصل للأمريكان أن أنا ممكن أوصل نفس الدور وألعب دور الوساطة وأضغط وأتفاهم وكذا وأنا لي علاقات بإسرائيل ولي علاقات بحماس وبالتالي أقدر ألعب هذا الدور أنا أتصور أن هذا العمر قطر لن تستطيع تحمل وجود مكتب حماس وتركيا يمكنها ذلك من خلال المناورة الدبلوماسية لأنه البديل الثاني إما ماليزيا إما إيران وفي الحالة اللي زيدي صعب جدا تصور بديل من هذا النوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر